السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ومحمد وعلى آله واصحابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أنه محمداً عبده ورسوه بعد حياكم الله وانخوات في حلقة جديدة برنامج آية وفايدة الآية التي معنا اليوم من سورة البقرة رب 216 قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذه والله الآية مهمة جداً أخواني خواتي في حياتنا نحتاج هذه الآية أن نستحضرها في المدرسة في العمل مع الأهل مع الأصحاب شو الفائدة التي نستنبطها من العالية؟ الفائدة واضحة أخواني إخواتي أن الإنسان يظن بهذا الأمر أنه شر له وأنه غير مناسب لكن الله سبحانه وتعالى يخرج له الخير من هذا الأمر أو العكس بالعكس يظن الإنسان بعقله القاصر أن الخير كل الخير في هذا الأمر فيبعده الله سبحانه عنه ويريه أن الشر كل الشر في هذا الأمر سبحان الله لذلك شو يريع لنا ماذا؟ دعاء الاستخارة بعد يعني رسول عليه الصلاة والسنغال إذا هم أحدكم بالأمر شو يسوي؟ نعم يصلي بعد ذلك ويدعو بدعاء الاستخارة إذا هم يعني شنو معناته؟ بعد ما تدرس الموضوع أنت تبي تشتري بيت تبي تشتري سيارة تبي تتزوج تبي تختار تخصص في دراسة تبي تنقل أجار شيء يعني من هذه الأمور مهمة في حياتك طيب فيدرس الموضوع من ناحية المادية زي ما فتشوف هل هذه السيارة هي المناسبة لي ولا السيارة هذه البيت هذا والبيت هل الدولة الفلانية ولا الدولة الفلانية طيب بعد ما تدرس الموضوع وتستشير من تثق به معدل الله سبحانه وتعالى شو تسوي؟ قبل الإقدام على الأمر تصلي ركعتين غير الفريضة ثم تدعو الله سبحانه وتعالى الدعاء الذي علمناه النبي عليه الصلاة والسلام فالمهم في الموضوع أن الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن لا يثق بنفسي واختياره يعني قد يركن الإنسان الذي نفسه يقوله شلون يقول لا أنا فاهم كل شيء أنا درست الموضوع عمية بالمية وأنا سألت الخبراء في هذا الموضوع فأكيد هذا الاختيار هو الأفضل لكن بعد أن تصلي الاستخارة يصرف الله سبحانه وتعالى عنك هذا الأمر وقد تتضايق لكن بعد ذلك تكتشف أن الخيرة في غير هذا الأمر الذي أنت اخترته سبحان الله شلون نهاية الآية ماذا يقول الله سبحانه وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون فإذن هذه الآية من فوائد هذه الآية فيها الراحة النفسية الخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى طبعا هذا مو معناته أن الإنسان ما يبدل جهد لا عليك أن تبدل جهدك ووسعك أنك تستشير وتسأل وتبحث وبعد أن تصل إلى القرار تصلي وبعدين رب العالمين يمضي لك هذا الأمر أو يبعده عنك فأنت خلاص تصل لها مرحلة ما عندك أن فيها اللي هو كيف أنا راح أستفيد من هذا الأمر وكيف أتصرف في هذا الأمر أنا ما أعلم المستقبل ففي هذه الآية تكر الله سبحانه وتعالى حقيقة كتب عليكم القتال وهو كرن لكم طبعا سبحان الله كنفس بشرية لا شك أنها تكره أنها تعرض نفسها للقتل قتال وحر قد أقتل قد أهزم قد أؤسر قد أخسر أموالي أخسر أصدقائي فهذا الأمر مكروه النفس البشرية لكن ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ أن هذا الأمر قد يكون لكم فيه الخير من حيث لا تعلمون فعلينا الرضا والتسليم بشرع الله سبحانه وتعالى أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم يقول الله سبحانه وتعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالِ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ فذكر الله سبحانه وتعالى لنا هذا المثال طيب هل القضية فقط منحصرة في القتال والحر؟ لا بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى لنا القاعدة العامة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم فشوفوا شلون سبحانه وتعالى يدل هذا على ماذا؟ يدل على ضعف الإنسان يعني هذا من الفواد التي نستفيده من هذه الآية أنا لابد أن ننقم بأن هذا الإنسان إحنا كبشر نتميز بالضعف والله سبحانه وتعالى هو القوي القادر القدير الحكيم العليم سبحانه وتعالى هو صاحب الأسماء الحسنة والصفات العلاء فرب العالمين يقدر الأشياء للإنسان ويكون فيها الخير له وإحنا نكون نزعل ونحزن وبعدين نكتشف أن هذا خير لنا والمثال المشهور في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة خرج المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرجوا كجيش للقتال خرجوا لأخذ عير أبي سفيان رضي الله تعالى عنه ذلك قبل أن يسلم يعني ما كانوا جاهزين للحرب بأسلحة والخيل معهم يعني مثل ما قال كما يعني يقال سلاح المسافر خنجر يمكن بس نكونوا إياهم الخيل واحد اثنين بس لكن بعد ذلك ما الذي حصل المفاجأة أن بدل العير صار النفير يعني مواجهة جيش مكة كفار مكة وعدد المسلمين كان تقريبا ثلاثمية وخمستعش وعدد الكفار صار كم بين التسمية والألف يعني ثلاثة أمثال سبحان الله فلا شك أن النفس البشرية كرهت هذا الأمر وكما ذكر الله سبحانه وتعالى أن الصحابة رضي الله تعالى عن كانوا يودون أن يرجعوا بالعير من غير القتال ولكن الله سبحانه وتعالى قدر لهم أن يحصل القتال فصار لهم القتال خيرا من عير قريش من عير أبي سفيان اللي هي القافلة شلون؟ أن هربت هذه القافلة برئاسة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وناد جيش كفار مكة وجاءوا بجهازهم كاملا وقدر الله سبحانه وتعالى أن يتقاتل المسلمون وأنزل الله سبحانه وتعالى ملائكة تقاتل مع المسلمين وقتلوا من الكفار سبعين وأسروا منهم سبعين فما الذي حصل؟ حصلوا الغنيمة وحصلوا كذلك الفوز ويعني الضفر النفسي والمعنوي وكذلك ظهرت شوكة الإسلام وبرز يعني علم لا إله إلا الله أمام العرب في جزيرة العرب بعد أن كان النبي عليه الصلاة والسلام طريدة من مكة بعد أن طردوا وقاتلوا ولحقوا النبي عليه الصلاة والسلام صار الحين النبي محمد عليه الصلاة والسلام بهذا ما أقول جيش بهذا العدد القليل من الصحابة هزموا جيشا كبيرا جيش مكة كفار مكة تشوفوا شون رب العالمين جعلهم ينتصرون ويغنمون ويفرحون فهذا هو معنى الآية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فنقول لكل مسلم تذكر بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم فنكل أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى إزاكم الله خيرا أخواني أخواتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته